أول مرة أحضر فيها فيلم سينمائي طويل عندما كان عمري 22 سنة كانت أمي تخاف علينا من اللقطات هكذا أو هكذا لكن فرحتها أمي عندما طلع ابنها مخرجة أفلام وصحفة معكم عمر أبو صيام من فلسطين مخرجة أفلام وصحفي من ونة صغيرة كان في عندي هوس وحب بالكصص وكراءة الكصص والفضل هذا يرجع لإمي التي تعتبر إنساني قارئة مثقفة وحتى بأول فرصة عندما صارت عنها قاملت مكتبي في البيت واشترت مجموعة كتب وضعت لنا من ضمنهم قصة أو قصص التي هي المكتب الخضراء للأطفال وكانت عبارة في هذه الفترة كانت مجموعة من القصص المشهورة عبارة عن قصص أسطورية فأنا كل الوقت أحب أقرأ هذه القصص حتى عندما كنت أذهب خالتي يعني أزور خالتي في الصيف كان لازم قبل أن تخرجوا و تلعبوا على الحارة يجب أن تقرأ من هذه القصص المجموعة وبعد أن تخرجوا فلذلك أبدأ عندي هذا الموضوع من كثير يعني بدري لحد سنة 2011 قررت أني أشارك في مصابقة أفلام قصيرة كنت العربة الوحيد وقتها يعني شاركت بفليم ومكيف على حالي فشل لكن في سنة 2015 نجحنا أن نتفوق ونأخذ الجائزة الأولى في مهرجان شموع الدولي على أكثر من 40 دولة اليوم نريد أن نتحدث عن القصص الأسطورية والأفلام كنت ألاحظ أن الأفلام والقصص عموما يوجد لها قواعد معينة عامة التي إذا كتبت على حسب هذه القواعد يمكن أن تعمل قصة ولماذا المهم أن نتحدث عن هذه القواعد لأن اليوم نحن في زمن السوشال ميديا كله يحب يحكي قصة كله يحب يحكي قصته ففي أحيانا مهارات أنت لا يوجد شيء تتعلمها أنت فقط بكافة أن تعرفها أنت ممكن أن تستفيد منها وتطبقها اليوم أريد أن أخبركم عن ثلاث قواعد من أصل 12 قاعدة من قواعد القصص الأسطورية والأفلام الناجحة لأن الأفلام هي في النهاية قصة والمخرج هو في النهاية حكاء أو حكواتي بالقرن الـ 21 فنحكي على ثلاث قواعد أساسية لا أحد يحب أن يشاهد قرية السعداء هذه القاعدة الأولى في الأفلام الفيلم والقصة ومن ثابتة الوقود أو البنزين الذي يحرك الأحداث من محل لمحل ثاني كلنا نحب السنافر لأنه في شر شبيل الصراع ما بين هذين الجزئين هو الذي يجعلك تحضر المسلسل أو القصة لنهاية الأحداث وعندما تخلص هذا الصراع تقعد ترخي تقعد تستنى بالنهاية لكن الصراع هو مكسوم في العادي لصراعين نحن نلاحظ واحد منهم وهو أولا الصراع الخارجي والصراع الداخلي نحن بالعادة نلاحظ الصراع الأول وهو الخارجي عندما يفوت البطل على المغامرة تبعته عندما يبدأ المغامرة تبعته نحن نلاحظ أن هناك صراع في ناس وخوف معين ومشكلة ولكن الصراع الثاني الذي لا يقل أهمية وانتبهو له صراعه الداخلي صراعه مع الأنا تبعته صراعه مع الشر وبما أنه جبنا صيرة باتمان باتمان يا جماعة في الأصل شخصية شريرة تلاحظوا؟ يعني في الأصل كانوا ينتقم من 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 اللي قتلوا عيلته لكن صراعه الداخلي من جوا صراعه الداخلي من جوا هو اللي خلاه أنه يتحرك ولكن الشر أو الخير تغلب على الشر من جواه بل إذا لكتلعنا قصة باتمان مثلثة لبريكينباد هناك أحد لا يتحرك مثلثة لبريكينباد أشوف حسنا 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 ووتر وايت كان مدرس كيميا عبقري شاطر كان فيه عنده بلش صراعه الخارجي أنه أصيب بالسرطان وريد أن يحمي عيلته من بعد ما يموت صح؟ صح فمعد ما فيك يعني اكتشف أنه يفوت على عالم كله مخدرات وإلى آخره بس عشان يؤمن المصروف تبع عيلته هو من جو الشخص رغم أنه طيب حب العالم حب أنه يعني التركيز عليه وأنه يعمل مصاره وإلى آخره رغم أنه شر حبه فعمل عندنا الشخصية المعروفة فلذلك الصراع كان هو الأساس ولأنه ولا حدا من باتمن ولا ووتر وايت حب يظلوا في قرية السعداء فحبنا هذه الأفلام فلذلك كانت هذه هي القاعدة أولى القاعدة الثانية هي نداء المغامرة أو بكلمات السينمائيين إن صح التعبير هي تويست هو الحدث الذي يقلب الأحداث من مكان إلى آخر يعني الفيلم بدايته بطلت مثل نهايته أو القسم الثاني كأنه القسم بالنص فيلم تيتانيك وانت التويست لحظة المغامرة أجت ليس لما روز أحبت جاه لا لحظة استضام السفينة في جبل الجليد كان هذا التويست كان هذا يداء المغامرة بلش الفيلم روح جديدة مزاج جديد وإذا كانت على ووتر وايت أول أول قبضة مصاري كانت بداية نداء المغامرة المرحلة الثالثة أو النقطة الثالثة في الأفلام هو العودة بالإكسير قبل أن أخبركم ما هو العودة بالإكسير أعطيكم تب صغير عندما تكتبوا قصة طبعا الكل يكتب قصة ليس فقط صناع الأفلام الجميع يمكن يكتب قصة يتعلق بالنهاية كيف تكتبوا نهاية حلوة ركزوا أول عندما تخلص كتابة فيلمك يكون عندك النهاية أول نهاية تخطر لك أنك تكتبها كبهة لماذا؟ لأنها حرفيا أول نهاية تخطر للمشاهد هو يحضر بالفيلم تخطر للمشاهد فأول نهاية تخطر لك كبهة ورميها تعال أعطي مثال إذا كنا عندنا شاب فقير يريد أن يعمل شركة ما هي النهاية؟ يعمل شركة لا كبهة وزيت تنشي تخطر للمشاهد يجب أن يتحق يجب أن يتحق يجب أن يتحق يصبح سرطان يتجوز صاحبته لا أعلم ما يجب أن يتحق بالآخر يجب أن يصبح فنان لا أعلم القصد أنك لا تستعمل النهاية التي فكرت فيها نعود للعودة العودة إذا لاحظوا أن القصص الأسطورية دائما نهاية سعيدة لماذا؟ لماذا؟ لأن تخيل أنك ساعة أو ساعتين تحضر في المسلسل أو الفيلم والكاعدة تتعرف على البطل وشخصيات الموجودة وإلى آخرها ولكن فجأة المهمة التي تطلق لها البطل لا يحققها هنا يحدث خيبة للمشاهد رغم أنك عمل بجنن ولكن لا أقول أن البطل لا يموت البطل ولكن يجب أن تنجح الفكرة التي خرج من أجلها البطل هذه كانت أهم قواعد في القصص الأسطورية لكن أيضا هذه القواعد ممكن تنطبق على قصة حياة كل واحد فينا بغض النظر وينما هو موجود لا أحد يحب أن يشاهد قرية السعداء هناك عبارة مشهورة تقول اجعل من حياتك قصة فيلم تستحق أن تروى شكرا 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 طالما ارضيت أنك تظل كومبرس فيلم واحد من المخرجين في حياتك أنا أتذكر نفسي لما كنت في الجامعة في الثلاث سنين كنت دائما يعني بدل ما أروح على قرية السعداء أروح على بيتي وعلى منطقتي وأتريح كنت دائما أخذ معي أروح عدة التصوير من الجامعة كانت الجامعة تعطينا هذه الشغلات مجانة لأننا بحكم طلاب فكنت أستغل هذا الموضوع وأروح كل أكمان يوم أروح معي شوية عدي لحد ما في نهاية بعد ثلاث سنين أظهر على حالي كان هو السبب أنه نقلني من أكون فقط طالب إلى طالب محترف لحد ما دخلني إلى عالم الإخراج والسينما أريد أن أخبركم قصة يمكن أن أول مرة أخبرها عندما بدأت أتعلم صحافة وإعلام صراحة كنت أسطحة قليلا عندما يسألني ماذا تتعلم صحافة وإعلام أقول ماذا تريد أن تحدث ؟ ماذا تحدث ؟ صحافة قال هل يوجد شغال فيها؟ فكنت أخبره أنه قلت أنه يهز رأسه لحد ما سألني سألني ماذا تتعلم؟ قلت صحافة ما سألني ما سألني هل تحب الموضوع؟ قلت أحب الموضوع هل تخاف أنك تتعلم أو لا؟ لأن البطالة هي بطالة داخلية إذا أنت لا تريد تعمل بالموضوع الذي تعلمته لو أنك تتعلم أكثر موضوع مهم في الحياة أنت لن تتعلم لذلك البطالة هي بطالة داخلية وأنا من وقتها عندما قررت أن أخرج من منطقة الراحة تبعته أدشر قرية السعداء التي كنت فيها قررت أن أتقل لنداء المغامرة الذي هو خروج البطل أنا بطل حياتي خروج البطل من منطقة الراحة تبعته أريد أن أضيف فيها شغلة في هذه القاعدة أنه دائما يجب أن يكون معنا الأدوات اللازمة لكي ننطق من منطقة الراحة يعني لا يحدث أنك تصبح مهندس برمجيات وأنك لم تكن هذه المعدات اللازمة لكي تصبح مهندس برمجيات تخيل ولذلك مجبور يكون معك هذه الأدوات حتى في الأفلام هناك شيء يسمى المشاهد التأسيسية وهي مشاهد التي يجب أن تطرحها للمشاهد لكي تقنعه أن البطل يستحق أن يخرج من منطقة الراحة ويتوجه نحو المغامرة التي تخترت له وهذا الشيء تماماً موجود في حياة كل واحد وأخيراً القاعدة الأخيرة أكتب نهاية ويأتي لك نهايتك التي تفكر أنها هي الصح ومسكها وكبها أيضاً هناك قوالبنا المجتمعية جماعة كثيراً أحياناً أنت تشعر حالك أكبر من القالب المجتمعي الذي تعيشه يعني مثلاً مثلاً قالب مجتمعي تعلم بعدها أخطب بعدها تجوز وبعدها الكالك وظيفة أو تعلم تخرج وأركض تدور على وظيفة حكومية أو أجير أيضاً إذا كنت تفكر أنك أكبر من هذه القالب أمسك القالب وكسره أنا أتذكر نفسي في كل مرة كنت أدخل على محل شغل جديد أجير على الساعة كنت دائماً أقول هذه آخر مرة لا أترك شغل أنا أريد حقك حلمي أريد أن أعجب لكن سرعان لم أكن أكتشف أن حلم وثموحي لا تستطيع مؤسسة مع كل إخترامة للمؤسسات والمحلات التي تعملت فيها ولكن أحياناً أنت تصل لمرحلة تعتقد أنك ممكن تقدم شيء مختلف الحظ يصنع والفرصة تبنى لا تأتي فجأة رجل الأعمالي المشهور مارك ويليام يقول في واحدة مارك أندرسون يقسم الحظ لأربع مراحل المرحلة الأولى أنك تتمنى أن يجدك الحظ يعني ممكن تذهب إلى الانستجرام وتكتب أنك مهندس برمجيات أو مخرج أو إلى آخره وتقع تستنى تريح يا رب تأتي يا رب تأتي يا رب لحظة فرصة طبعاً هذه فرصة تكون عالية أثنين أنت تتحرك الذي تبحث عن الحظ بعد أن كتبت ماذا أنت تعمل تبدأ ترى من الناس التي تحتاج هذه الخدمة تعلق تعليقات تعرف أن هناك ناس مثلاً إذا علقت يشاهدوك ممكن أيضاً أن تجدك هناك الحظ استمراراً لهذه الملاحظة أن تعلم جيداً أين يوجد الحظ تعرف أن شركة معينة تريد الخدمة أنت تقدمها بشكل شخصي ولا تكتفي بمحل واحد وأخيراً أن يبحث عنك الحظ الشركة أو المؤسسة أو أي مكان آخر هو يقصدك أنت شخصياً أنت تريد أن تقدم لي هذه الخدمة لذلك يقول أحياناً الذي لا يوجد حظ لا يتعف ولا يشكل أنا أقول الذي لا يوجد حظ أجمل ما في عالم الإخراج هو التأثير على الناس الإنسان يطبقوا يحب التأثير أجمل شيء أنك تلعب في مشاعرهم من خلال فيلم كل مرة يكون عندي فيلم لناس لجمهور أنا لا أكون أحظر بالفيلم أحظر بالناس وقت ما أكرر أن أريد أن يضحك أشعر بسعادة عندما أريد أن يبكي في المحل الذي اخترت له ويبكي أشعر بالنصر بالنشوة عندما يخلص الفيلم ويصفك لي أطير من الفرحة لأن أعرف أن هذه الرسالة وصلت كل شخص بغض النظر مكان وين كان موقعه هو مسؤول في المكان الذي موجود فيه لا ينفع أن أقول أنا طالب أو أنا في مهنة معينة ما كانت أنا أريد أن أعزل على المجتمع أكبر مشكلة في المجتمعات أن كل فرد يعتقد أنه فرداني وهذه الفكرة التي دائما يحاول بعض أن يروجها تعتقد أنك جزء من هذه الفسيفساء المجتمعية وتقوم في الدور الذي أنت موجود فيه ولذلك أخيراً أريد أن أخبركم نقطتين أثارين فيه شخصية أولاً القراءة وأتحدث عن قراءة الكتب وأتحدث عن قراءة الروايات على أهميتها اقرأ لو كل يوم عشر دقائق بس شوف نفسك بعد ثانية أنت مش نفس الشخص واثنين أن تستشعر أنك مهما كنت وينما كنت لك أثر يمكن أن تقوم فيه وهذا الأثر تقوم فيه تحاسب حتى عليه من بعد ما ماتك ربنا في القرآن بقول إننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وشكراً